موسيقى في أواخر الأيام العلمات متخفر قبل الكلام والمكتوب نوره يكشي بالضعضة والمسيق قلوي ما سبع علينا جديسا جلت عحي جاي المسيق والصريب مقوارب المصابيح والمسيق بالفرحة بالتسبيق والمسيق على الساحة الجيلة موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بيكم معايا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج الحجارة تتكلم زي ما حضراتكم عارفين أنه وأنا قلت في المقدمة أكتر من مرة أنا مجرد أن روحي كان بتحتد فيها كل ما بسمع حد بيحاول يقلل أو يشكك في الوحي المقدس بيحاول يشكك في كلمة الله بيحاول يقول إن كلمة الله مش حقيقية ولما تيجي تتكلم وتدافع وتقول لا إزاي كلمة الله وإن كلمة الله مش محتاجة واحد زي يدافع عنها لكن ربنا كان بيفكرني لما قالوا للرب يسوع خلي الناس دي تسكت خلي الناس دي تسكت وده اللي العالم بيحاول يعمله إنه أي كنيسة أو مؤمن أو خادم بيحاول ينادي برسلت الخلاص وبيحاول ينادي بصحة وعسمة الكتاب المقدس وصحة وعسمة الوحي يحاولوا يسكتوه وافتكرت الرب يسوع لما رد عليهم وقال لهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم هالحجارة تتكلم إحنا النهاردة في مدينة سويس في سميرنا في واحدة من الكنايس الكنيسة التانية اللي بعت لها الرب يسوع رسالة عن طريق الرسول يحنى كنيسة سميرنا فلو حضراتكم متابعين معايا وتقدر تتابع لو فاتتك حلقة من الحلقات يا إما على الفضائيات اللي أنت بتتبعها أو على اليوتيوب بتاعنا أو الفيسبوك إحنا ابتدينا من جزيرة بطمس الجزيرة اللي كان منفي فيها الرسول يحنى وعاش هناك في منفى لكن في وسط الوقت الصعب قوي بتاع يحنى وفي وسط الضيقة اللي كان فيها يحنى بيقول كنت في الروح في يوم الرب يحنى قدر يحول التذمر بدل ما يتذمر وبدل ما يشتكي وبدل ما يقول أنا إيه اللي جابني وانا ليه وصلت لكده زي ما أغلبنا أنا بكلم علينا كخدام ساعات لما بنمر بظروف صعبة ونبتدي نلوم ربنا وليه يحنى بيدينا أعظم درس أنه في وسط الضيق وفي وسط الألم وفي وسط الحزن وفي وسط البعد عن الأهل والأصدقاء والإخوة والكنيسة وكل حاجة لكنه كان في الروح وكأنه بيقول أنه أعظم حاجة ممكن تختبرها كمؤمن في حياتك أن روحك وروح الله يكونوا مع بعض روحك وروح الله يكونوا بيتكلموا وبيتقابلوا وكنت في الروح أنا بنفسي أنا كأن الروح ده شلال كبير قوي وأنا رميت نفسي جوا كنت في الروح في يوم الرب وهنا ربنا الرب يسوع ظهر له والرب يسوع ادى له الرؤية وقال له أنا هوريك ما هو عتيد أن يكون لكن إصحاح 2 والإصحاح 3 في سفر الرؤية هما الإصحاحين اللي بيوجه فيهم الرب يسوع رسالته للسبع كنايس وزي ما حضراتكم بعارفين لما بنتكلم عن سبع إحنا بنقصه الكتاب يتكلم عن الكمال فالرب يسوع بيوجه الرسالة دي للكنيسة عمتا وزي ما قلتلكو في الحلقة اللي فاتت في كنيسة آآ أفاسوس أنا كهشام أنا كأسيس أنا كابن ربنا أنا كمؤمن لما بعض أرى السبع كنايس أنا بحاول أفهم إيه اللي حاصل لكن أنا اللي يهمني هنا ربنا عايز يقول لي أنا إيه ربنا عايز يوجه لي أنا إيه ربنا عايز يقول لي إيه الرسالة اللي ربنا عايزني أنا كابن لي بقرأ الكتاب المقدس أتفاعل معها وخد النفسي فمثلا الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن أفاسوس بيقول لي عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فأنا كهشام بقعد أراجع نفسي يا ترى أنا محبتي الرب زي ما هي يا ترى أنا محبتي للرب زي ما كانت يوم ما سلمت حياتي ويوم ما غفر لذنوبي ولا المحبتي فترة طب إيه اللي رجع تاني محبتي تبقى ملتهبة وقلبي بقى ملتهب الحل إننا نقبل الروح القدس لأن الروح القدس أول حاجة بيعطيها محبة محبة تلاقي نفسك بتحب ربنا من كل قلبك من كل فكرة تلاقي نفسك بتحب قريبك كنفسك تلاقي نفسك بتحب حتى الأعداء وتبقى بتستعجب إيه قوة الحب اللي ظهرت عندك فجأة الفكرة إنك رجعت إلى محبتك الأولى رجعت إلى مصدر مصدر المحبة أفاسوس كانت مدينة مهمة قوي بالنسبة للرسول يحنى لأنها البلد اللي بشر فيها واللي كان بيكرس فيها ومن البلد دي اللي اتنافى فيها عش كده الرسالة الأولانية كانت لأفاسوس نهاردة هنتكلم بسرعة عن الكنيسة التانية بعد ما وجه رسالة لأفاسوس بيوجه رسالة إلى سميرنا فالمكان اللي حضراتكم شايفينه وحوالينا الأعمدة اللي موجودة والحجارة دي بيقال إن كنيسة سميرنا كانت موجودة هتلاقوا كلمة بازليكا كنيسة سميرنا كانت موجودة في الأثار دي لكن دي بس اللي فاضل من أثار سميرنا الأديمة وش كده برضو العمارات والمدنية محيطة بكل مكان هم بس عاملين صور كالترخرهم علشان يحموا ما قد تبقى لكن الأثار أغلبها اتسرق بيقولوا إن بعض كتير من الأعمدة الأساسية راحت إنجلترا في المتحف البريطاني لكن بغض النظر الحجارة دي بتشهد عن حاجة أنا دا اللي يهمني إن الحجارة دي بتشهد إن كل كلمة قالها الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة من التكوين للرؤية كلام حقيقي كلام حقيقي كلام سليم كلام موح به كلام لا يقبل لا يقبل الشكل تعالوا نشوف بيقول إيه لكنيسة سميرنا بيقول واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا هذا يقوله الأول والآخر ويمكن الرب بيعرف نفسه بيعرف نفسه هنا لملاك كنيسة سميرنا بيقوله بص بص خد بالك أنا لا في حد قبلي ولا في حد بعدي أنا هو الأول وأنا هو الآخر أنت حياتك مضمونة في إيد إله هو هو مبدئ الكون هو اللي قال كلمة فكان هو اللي لقى الأرض خاربة وقال نخلق الشمس والأمر والأرض والبحار وفي النهاية خلق الإنسان قال بكلمة لنخلق الإنسان لنخلق الإنسان على صورتنا فهو الأول والآخر وهو النهاية لما هتنتهي الحياة يعني هو لا لي بداية ولا لي نهاية هو الأول والآخر تبدي طمينينا في إيه في العصر اللي أنا عايش فيه كلنا بنعيش في بلاد مختلفة ساعات بنخاف ساعات بنترعب ساعات بنخاف من السلطات الأعلى مننا ساعات بنكش ساعات بنضطر نقول كلمات عكس الكلمات اللي مؤمنين بيها ساعات بن ما بنعلنش إيماننا بيسوع لأن احنا خايفين من اللي بيحصل النهاردة دي رسالة تشجيع لكل واحد واحدة فينا ربنا بيقولك أنا هو الأول والآخر أنا هو اللي ماسك زمام الأمر أنا هو اللي ماسك زمام الأمر من بدايته لنهايته واتطمن حياتك حياتك أنت مش ملطشة أنت مش موجود بس عشان أستعمل فيك اللي هي عايزة أبداً أنت ليك إله قوي جداً هو البداية وهو النهاية هو الأول وهو الآخر ما فيش قوة تانية قبله ولا قوة تانية بعده قولي طب يا سيسم احنا بنقرف كتب العلوم وبعد حتى الخدام بيقولون بيحصل كذا وبيحصل كذا زي ما قلتلك وهفضل أكرر مع احترامي الشديد وانحنائي للعلماء والعلم وحتى لأسازة اللهوت اللي بيحاول يطوع كلمة ربنا للعلم هفضل أقولك أنا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلونا حسناً إن انتبهتم إليها ليه؟ لأنه اللي الكتاب بيقوله لو أنت بتصدق لو أنت بتصدق سفر العبرانيين بيقول بالإيمان نفهم كيف تكونت العالمين أنا بأؤمن إن إيد الله صنعت ده كله إيد الله في الخليقة صنعت ده كله قولي آه بس دي بتاخد 250 مليون سنة والعلماء قالوا وهو العلماء لما يقولوا إن الموضوع ده أخد 250 مليون سنة هم عرفوها إزاي هم عرفوها إزاي؟ انت مسألتش نفسك الكلمات الكبيرة قوي اللي إحنا ساعات بنصدرها لشبابنا وبنصدرها للناس تحت حس التريند كده الأسيس الفلاني قال أو الخادم الفلاني بيقول هم جابوها منين؟ كلها نظريات وطالما نظرية تقبل الشك وتقبل النطع إلا الكلمة المقدسة إلا الكلمة عشان كده على مدار العصور النظرية دي طلعت واختفت وطلعت واختفت وطلعت واختفت وفضلت كلمة الله حية وفعالة أنا عشان كده بعمل السلسلة دي إن الحجارة تتكلم تعالا أهو الحجارة الحجارة تتكلم الحجارة بتشهد عن الزمن وبتشهد عن إيد الله اللي كانت بتعمل هنا بيقوله أنا هو الأول الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش وهنا الرب يا صعب يتكلم على اكتيازه الموت من أجلي ومن أجلك كان ميتا حكم عليه الإنشال الصليب بيقول كان في صورة الله لكنه لم يحسب نفسها خلصة معادنا لله بل أخذ نفسه وأخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الحقيقة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لكن بس لو كانت قصة المسيح انتهت في الموت في القبر كنا أتعس جميع الناس كنا كان يبقى مفيش عندنا اللي فرق في حياتنا كمسيحيين وفرق في حياة العالم كله هي قيامة المسيح كنت ميتا وعاش كنت أيوة اكتازت الموت هو داس المعصرة وحده هو اكتاز الموت اكتاز الموت علشان يعطيني ويعطيك ويعطيكي مش بس فداء يعطيكي رجاء للحياة الأبدية أنا ازاي مصدق ان فيه سماء وازاي مصدق ان فيه حياة أبدية ومصدق ان فيه بعد الموت حياة ازاي انا هشام انا بكلمكم عن نفسي وعن ايماني شخصي انا مصدق ان انا لو غمضت عيني حالا حالا وروحي طلعت حالا حالا قدامكم كده حالا يعني هفتح عيني هلاقي نفسي في السماء مش لان انا كويس ولا استاهل لان هو كان ميتا وحيي الى الابد لان هو اكتاز الموت ودفع التمن بيقوله انا الذي كان ميتا في عاش انا عارف انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني هنا جملة تبان غريبة جدا شخص مصر انه يعيش في فقر وهو غني بيقوله انا عارف اعمالك خلونا مع بعض كده بيقوله انا عارف اعمالك وانا هشرحتها اكتر من مرة وهفضل اشرحها في كل مع كل كنيسة وكل رسالة وبيقول انا عارف اعمالك يا ملاك الكنيسة يا اخ يا مرنم يا اخت يا خادمة حتى بتمسح بلاط الكنيسة ياللي بتخدم خدمة اخوة الرب ياللي بتخدم خدمة بسيطة قوي مقدرة في العالم او غير مقدرة ربنا بيقولك انا عارف اعمالك عارف اعمالك اللي بتعملها في العلن واللي بتعملها في الخفاء وعارف دقتك انا عارف الديقة اللي انت بتكتاز فيها وعارف الظروف الصعبة والامكانيات الصعبة اللي انت بتكتاز فيها مع انك غني فقير عايش فقير وانا غني لازم اقف معاكم عند النقطة دي وسمحوني بقى يعني انا عايز اطول فيها شوية انت مش فقير الشيطان بيقناعك انك فقير هنجيب منين يا اسيس الكنيسة مفهاش يا اسيس ده انا غلبان يا اسيس ده انا ضعيف يا اسيس ده انا محلتيش يا اسيس كل هذه الاقوال السلبية اقوال ابليس بيرميها عليك وانا وانت زي الشطار بنبلع الطعم فعمل اقول انا فقير انا فقير انا فقير انا غلبان ابليس عايزك دايما تفضل عايش في حالة الفقر الروحي والفقر المادي والفقر الزمني كأنه هو ده المسيح انت عشان مع المسيح بيقوله انا عارف تعبك ودقتك وانك بتقول انك انك فقير بصوا بيقوله ايه وضيقتك وفقرك انا عارف انت عايش فقير بالرغم انك غني تخيلوا تخيلوا كده انه واحد غني جدا وعنده كل ما يملك عنده حاجات كتير قوي وعايش عيشة فقرة وبيشتكي انه فقير ومعزب نفسه انه فقير وبيلسلو كفقير ربنا بيقولك ازاي ازاي تبقى انت ملك الملوك ورب الارباب ازاي تبقى انت معاك كرت بلنش من ربنا بيقولك انا مضيلك على كل الشيكات على بياض كل مالي فهو لك ده اللي ربنا بيقوله لولاده كل مالي دوفي عائلي يا جماعة ياسوع ما بيكذبش لما الكتاب يقول دوفي عائلي كل السلطان وانا بديكم السلطان ده اذهبوا الى العالم اجمع ده مرة يقولي للتلاميذ ايه حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود يعني رايحين كده على باب الله لمعاك تمن تذكرة ولمعاك تمن الغدا يقول حين ارسلتكم بلا كيس ولا مزود هل اعوازكم شيء تلاميذ ايه يقوله هو ما حصلش ما حصلش هو الرب ربنا بيقولك انت غني انت غني بس انت بتدور على غنى الارض وربنا بيدور على غناك من جوه انا من جوه انسان غني صدقوني كلت فول كلت طعمية كلت جبنة كلت فراخ انا مش الاكل هو اللي بيخليني غني مش الاميس والبدلة ونوع البدلة اللي بيقول علي أن انا غني مش نوع العربية اللي بيسوقها انا بيقول ان انا غني الغنى هو احساسك انك بتنتمي لاعظم اله في الدنيا cioè انك ابن بنت الملك وانك الغني انا بقى أعيز أخش للغنى الروحي احنا دايما بنتلزز ان احنا فيقراء روحيا انا صلي لي اسآ Treatmentbach انا صلي لي اظه انا مش قادر انت غني انت عندك اعظم اسم في الوجود اسم الرب Yos bold emerita انت غني بهذا الاسم بس انت غنية بهذا الاسم بس اسم يسوع مش معقول عشان لما تيجي كده بشوف ناس لما تيجي دخل منطقة ضلمة باسم يسوع باسم يسوع دي مش تعويزة اسم يسوع مش تعويزة اسم يسوع النهاردة بيقولك انت مع يسوع اغنى راجل واغنى ست في العالم مع انك غني تخيل ان انت عندك الروح القدس لو انت فاتح قلبك وفاتح قلبك للروح القدس يسكن فيك انت بالروح القدس تقدر تضع يدك وتشفي مرضى تقدر تدوس حيات وعقارب تقدر تنتهر الارواح الشريرة تقدر تعمل معجزات كبيرة قوي لو انت مسدق ان الروح القدس جواك لكن نعيش بقى انا فقير انا غلبان انا تعبان انا مريض انا 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 وده اللي ابليس عايز يفضل سجنك وسجنني فيه عايزنا نفضل عايشين في هذه الدوامة عش كده بيقوله خد بالك خد بالك انا عارف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني مع انك غني انت لو تقدر بس تقوله باسم يسوع قم بص يا بطرس بطرس انا بحكي الحكاية دي كتير بطرس كان رايح الهيكل يصلي طالع الهيكل يصلي معك كم يا بطرس في جيبك هتدفع عطا لا مش هدفع عطا معيش ولا ملين في جيبي ليه يا عم ده انت رسول اه رسول بس انا غني بالرب طيب يا عم ورين انت غني بالرب ازاي يطلع عند باب الهيكل يلاقي راجل قاعد مشلول مفلوج قاعد بيصطعتي بيصطعتي كل امنية حياة هذا الرجل كانت كل امنية حياته ان بطرس يبقى معاها شكل واحد شكل واحد خمسة ساغ عشرة ساغ نص دلار نص جنيه يدهوله يشتري به اي حاجة كانت دي كل امنية حياته ان حد يديله اي اي فلوس بطرس بص كده في جيبه الشمال طلعه لا ما فيش حاجة بص في جيبه اليمين ما فيش حاجة فبص للراجل وقال له بص بص بقى هو ده الفقر والغنى قال له بص ليس ليه فضة ولا ذهب انت عايز فضة وذهب انا ما عنديش فضة وذهب بس انا عندي حاجة تخليني انا اغنى واحد في الدنيا عم عندك ايه ام انت لا عندك لا فضة ولا ذهب ما احنا بنقيس الرجالة وبنقيس غنى بعض بقى انا عندي قديه في البنك وعندي قديه في البيت ومحوش قديه تحت البلاطة قال له ليس ليه فضة ولا ذهب لكن الذي ليه فاياه اعطيك هتديني ايه ام انت بتقول لي ما عندكش فضة ولا ذهب باسم يسوع المسيح قم وامشي ويقول الكتاب فقام في الحال شفت بقى اسم يسوع بيعمل ايه شفت بقى ان انت عملت تدعي الفقر وعملت تدعي انك غلبانة ومسكينة وتعبانة وما حدش بيسأل عنك وا 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 وانت اغنى انسان في الدنيا عش كده بيقول له خد بالك انت عندك مشكلة كبيرة اوي عندك مشكلة كبيرة اوي انك انا عارف تعبك سداني ربنا بيقولك انا عارف تعبك انا عارف صبرك انا عارف ديتك وعارف فعرك اللي انت عايش فيه بس انا بستعجب مع انك غني ليه تفضل فقير ليه تفضلي فقيرة ليه تفضل فقير روحيا وعندك انهار ماء حية ده الرب يسوع قال كده في يحنى لما بيقول في اليوم الاخير من العيد وقف يسوع وقال انعطش احد فليأتي يشرب وتجري من بطنه انهار ماء حية تصدق لو انت صحيت الصبح وغمطت عنيك قلت له رب ملاني بروحك انت هتتملي وهيجري من بطنك انهار ماء حية تلمس ناس فتشفي تلمس ناس فتعزي تلمس ناس فتخلص تلمس ناس فتنتعش روحيا الرب نهارده بيقولك انت عندك كتير انت غني انت غني اوعى تفضل تغني اغنيت الفقر دي لانه اللي بيحصل جواك انه ان ابليس بيستثمر جواك الشعور ده وبيخليك تزيد من احباط لاحباط انا بائس انا بيبعتلي حد يا انا بائس انا هنتحل انا مش لاقي انا نفس الاغنية نفس الاغنية تقول له يا عم ما تقولش كده انت ابن الرب انت ابن الرب من حقك تروح تركع قدام ربنا وتقول له يا رب انا ابنك وتسمع منه يا ابني كل مالي فهو لك باسمي اسوع اعمل اعمل اللي انت عايز تعمله بيقول لكنيسة سمرنا بيقول له انا عارف انك بتسمع تكديف القائلين انهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان وهنا بانا عايز اقف معاك لحظات اه اه انا مش بتكلم على اليهود ولا مجمع اليهود ولا زي ما قلتلكو انا مش دولي ان انا فسر اه الكلام عندكو اه كنيسكو اه وصسكو وخدامكو يفسروا الكلام ده انا بقولك انا باستفاد ايه روحيا بيقولك انت ناس قاعد مع ناس ليها صورة التقوى لكن هي في الداخل شياطين ويا ما كلنا جربنا الموضوع ده يجيلك ناس بتصلي وبتصوم وبتعمل مجمع 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 اليهود مجمع اليهود المجمع اللي بيفتي المجمع اللي بيطلع الفتوى المجمع اللي بيطلع ده صح وده غلط المجمع اللي قاعد وكل الناس بتجيله عشان يقوله اه لا ده صح وده الغلط وهم اساسا بعيدا تماما عن كل ما هو صح يا جماعة انا خايف لو يسوع دخل النهاردة مجمعنا في امريكا ولا مجمعنا في الشرق الاوسط ولا مجمعنا في ايه دولة في العالم هيقولي على المجمع بتاعنا اللي موجود حوالينا جربت اللي بيقوله ان هم يهود ان هم يعني متزمتين بقى وحفظين الكتاب من الكلمة للكلمة ويعيشيرونا النعنع والشبس ومشيين بكل بكل دقة لكنهم يهملون اكتر الوصايا يهملون اخطر الوصايا يا جماعة ربنا بيقولك انا عارف انا عارف ان جزء من تعبك ان انت عايش مع ناس بتجدف على ربنا بصوا لما تكون عمال تتكلم عمال تتكلم عن صورة التدين حافظ الكتاب بتصلي الصلوات في وقتها بتعمل ده كله الله ما بيهموش الشكل البراني ده الله ما بيهموش الشكل البراني الله هيهمه قلبك من جوه شكله ايه قلبك من جوه شكله ايه عشان كده عارفين الرب ياسوع لما تكلم عن الصلاة وقالك اما انت متى صليت لا عايزك تصلي الصلاة كزا ولا الساعة كزا ولا تصلي صلاة محفوظة كلام ده انا بستعجب الله بيقولك انت متى صليت متى صليت انت ابني انت بنتي متى صليت ادخل مخدعك ارمي نفسك قدام ابوك انت ساعات تقعد وتحط كتفك على باباك ترتاح برغم انك مقولتش ولا كلمة وهو ما قالكش ولا وعد لكن مجرد وجودك على كتف باباك بيديك راحة وطمان انت لو الفاكرين زمان وحنا صغيرين لما النور كان بيقطع عندنا في بلدنا ونبقى نايمين واول ما تقوله بابا ويقولك انا هنا تتنامو انت متطمن مع ان لان نور جي ولد لما راحت لكن احساسك بوجود الاب بيديك ارتياح هو بيقولك كده متى صليت ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابيك النهاردة الصلاة الحقيقية مش محتاجة ابدا حد يديك دروس في كيف تصلي ولا يديك ورق مكتوب صلاتك لازم تكون كذا كل ان انت محتاجه انك تصدق ان الله ابوك صدقي ان الله ابوك صدق ان انت لما بتخش تصلي انت مش محتاج تجمل الصورة ولا محتاج تحسن الكلمات لانه ابويا بيعرف اللي جوايا وابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه عشان كده بيقوله بيقوله هنا كلام قوي بيقوله بيقوله انت جربت اللي هم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان خد بالك ما تخافش منهم وما تخافش من اللي بيحصل ابوك السماوي الاول والاخر هو اللي حافظ الدنيا طيب عشان ما ما تطولش عليكم بيقوله لا تخاف البتة مما انت عتيد ان تتقلم به وده الرب يسوع بيحذرني وبيحذركم ان فيه قلم جاي وكلنا عيشنا في العالم سيكون لكم ضيق هو ما تحكش علينا قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن هو ما يوقفش عند في العالم سيكون لكم ضيق وقال ولكن ولكن وانا عايزك تفتكر لو انت بتمر بضيقة افتكر كلمة ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم فانا هشام داخل في ضيقة في امريكا ولا في اي حتة في الدنيا دخلت في ضيقات قد كده واقرأ كتاب عن قصة حياتي لو انت عايز اكتب لنا وانا ابعته لك شوف كمية الضيقات اللي انا اكتست فيها وكانت حاجاتك تبقى حاسس انها بلا امل لكن اللي كان بيقومني تاني ويقفني على رجلية تاني كلمته هو ثقوا انا قد غلبت العالم فانا مش بواجه الضيقة الوحدي مش بواجه الضيقة بقوتي وبشجاعتي انا بواجه الضيقة بابويا عارفين زي ما انا بقوله هجيب لك ابويا هجيب لك ابويا انا ابليس لما بيهجم عليها بقوله بس ما تكلمنيش انا روح كلمة ابويا لو تقدر على ابويا اقدر عليه انت بقى بنغلط امتى لما بفتكر ان اقدر اعرف قدام ابليس وانا اللي هواجهه وانا اللي هارجيه معاه هتناقش معاه واتحاور معاه شكده بقى لكن لما تواجه تواجه ابليس واجهه بربنا واجهه بابوك واجه بابوك ابليس يا رب ما قدرش ما قدرش يستنى طيب فبيقوله ايه بيقوله خد لك ابليس بقى ناولكو ناول الكنيسة وناول للمؤمنين نية سعبة قوي قال له ابليس هيعمل ايه مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق عشرة ايام كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة هنا بس قبل ما اختم الحلقة دي عايز اقولك حاجة مهمة قوي ارجو من كل قلبي اذا كنت بتمر بضيقة اذا كنت بتمر بضيقة اذا كنت بايت معي اذا كنت بايت ادموعك على خدك وحاسة ان ابليس منتصر قوي والدنيا صعبة قوي هنا ربنا بقول زمن الديقة عشرة ايام قبل ما تفرح تقولي يا اسيسة شام يعني انا النهاردة في اليوم السادس فاضل لي اربع ايام الموضوع مش كده ابدا خلينا اقولك شوية حاجات عن الديقة لعشرة ايام دي اولا كل انه بيحط انه زمن الديقة عشرة ايام اول حاجة تفهمها من الوقت ده ان زمن الديقة زمن محدود ما فيش انسان عايش في ديقة للابد قال له هيبقى فيه ديقة بس الديقة دي مدتها عشرة ايام قد تبقى معايا انا عشرة معاك انت خمستاشر مع اخوية يومين اللي عايز يقوله هنا مش حرفية العشرة ايام وانا بكررها للمرة المليون مش حرفية العشرة ايام مش انا داتي لو دخلت في ديقة اجيب الكالندر وقول ادي اول يوم انت قلت تسعة ايام تمنت ايام سبعة ايام لا لا الموضوع مش كده اللي عايز يقولهولي انه زمن الديقة زمن محدود زمن ضيقة ليه بداية وليه نهاية ليه بداية وليه نهاية لما بقول له عشرة ايام زمن محدود في بداية من يوم واحد وفي نهاية في يوم عشرة فلو انت بتكتسف ضيقة النهاردة ارفع عينك للرب وقول له رب اذا صرته في وادي البكاء وجودك مع ربنا هيسيره ينبوعا اذا صرت في وادي الموت ربنا هيخرجك منه يخرجك منه بالقوة وبنصرة ليه لانه زمن الديقة زمن محدود لو كان قال هيرميكو في ديقة كنا نور يا ممكن الديقة دي تقعد للعمر كله لكن هو لما حط لنا كلمة عشرة ايام هنا بفاهمي انا البسيط لسفر الرؤية انه بيقول لنا انه زمن الديقة زمن محدود ليه بداية وليه نهاية وليه رب شايف اللي بيحصل اللي بيحصل جواه فحتى وانت في زمن الديقة ما انتاش متروك وما انتاش متروك ده زمن الديقة هو بيكتازه معاك بيقول كن امينا الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة كن امينا الى الموت لغاية اخر يوم في حياتك قد تمر بظروف صعبة وظروف كويسة كان ظروف كويسة ترفعك فوق ظروف صعبة تنزلك في النهاية اللي هيحكم ده كله امنتك تجاه يسوع امنتك في محبتك لله امنتك في علاقتك مع الله كن امينا الى اخر نفس في الحياة يوم ما هتغمى تانيك ربنا وانت اول ما هيستقبلك هيحط على راسك وهيحط على راسك اكليل اكليل الحياة هو قال من امن بي وان مات فسيحيا فتخيل انك مش بس هتحيا لكن انت هتحيا وعلى راسك اكليل اسمه اكليل الحياة اكليل الحياة وربنا يديك النعمة النهاردة انك تعيش حياة بتمجد الله وبتعيش حياة برغم اللي حواليك برغم مجمع الشيطان اللي حواليك برغم الظروف اللي حواليك بس أنا عايزك ما تكملش أيام حياتك اللي بقية وانت بتفكر ان انت فقير انت غني فليقل الضعيف فيكم بطل أنا بالرب فليقل الفقير فيكم غني أنا بالرب ارمي نفسك في حضن ربنا ارمي نفسك النهاردة في حضن ربنا غمضي عنيك داتي والرب أنا برمي نفسي فيك أنا برمي نفسي في الروح القدس الروح القدس اللي بيعطي محبة فرح سلام الروح القدس بيعطي مواهب يخليني أعيش حاسس ان انا اغنى واحد في الدنيا ومختنع ان انا اغنى واحد في الدنيا لانه الذي فينا اعظم من الذي في العالم وبيختمك زي كل مرة بيقول من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة اسمع للروح ربنا بيخبط على باب قلبك وعلى باب قلبك النهاردة وبيقولهولك الرب النهاردة بيقولك انت مش فقير انت غني لانك محبوب لانك ابن الملك لان الروح القدس يعطيك كل نعمة وكل بركة وكل سلام ولما هتغلب من يغلب فسأعطيه اكليل الحياة ربنا يباركو وزي ما بقولك اكتب لنا اسألني يعني ابعتلي هكون فرحان وسعيد ان انا ارد عليكو لو محتاج كتاب من قصة حياتي انا مستعدة ابعتها لك بس اكتب لنا واقول انا محتاج الكتاب ده وانا ابعته لك هدية مجانا لكن ايه لان ده يحصل انت غني انت غني بالرب ولو العالم شككك فالحجارة فالحجارة تتكلم والى الرقاء مع حلقة جديدة مع كنيسة جديدة من كناية السفر الرؤية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت بنا اشتركوا في القناة